اعوذ بالله سب العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أخواني أخواتي فلان وحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعا وإياكم في حديث الفجر في قناة الفجر ومع الموسم التاسع بإذن الله عز وجل في تحريك القلوب إلى علام الغيوب يقول الأغر المزني رضي الله عنه قالت وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله يقول إنه ليغان على قلبي يعني أن يكون عليه الغان أو الرن اللي هو إيش ماله بسبب الذنوب والمعاصر شوفي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعاء ويقول اللهم إني أعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه لأنه بعض الأحيان ممكن نعمل بعض الأمور وإحنا مجدارين فيها الآن عشانيك الآن هو كان النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الاستغفار فكان يكثر من الاستغفار والاستغفار أخواني الكرام له أثر كبير جدا 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 سبحان الله الاستغفار سبحان الله العظيم قال الله عز وجل قال قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا الاستغفار فيه سر عظيم فكان النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفرت ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه مكانته العالية عند الله عز وجل إلا أنه كان يستغفر الله وفي رواية أنه كان يستغفر الله عز وجل سبعين مرة وفي رواية كما رأينا في الحديث مئة مرة فإذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب الاستغفار فما بالك نحن أصحاب الذنوب والمعاصي فلابد أن يكون من وردك اليومي وحياتك اليومية الاستغفار الاستغفار إخواني الكرام مهم جدا والنبي عليه الصلاة والسلام قد علمنا الاستغفار دبر كل صلام فعندما ينتهي الإنسان من صلاته يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من قال ذلك ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليت هذا الجلال والإكرام قال غفر الذنوب هو إن كانت مثل زبد البحر يا الله تخيل مجرد أن تقول هذا الكلام الاستغفار مهم جدا إخواني الكرام أن تقوله دبر كل صلام ثم الله عز وجل قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إذن لا يبد إخواني الكرام أن نعلم علم يقين لا يمكن أن يقع عليك العذاب ما دم تستغفر الله عز وجل كما ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء رجل قال أذنب ذنبا فقال أستغفر الله العظيم ثم عاود الذنب فقال أستغفر الله العظيم فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت لك يا الله إذن الله عز وجل أنه عندما يقر العبد ويقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم قال هذا العمل شو بأدي يؤدي إلى نتيجة مهمة أن الله عز وجل يعلم علم يقين أنك ما قلت استغفر الله إلا لعلمك بطلبك من الله أنه هو الغفور الرحيم من أجل ذلك سبحان الله من شروط الاستغفار أن تستشعر الذنب وعظمته الآن مش تقول والله يا الله استغفر الله استغفر الله لا إنه يا رب أنا أقر بذنبي وأستغفر الله عز وجل على هذا الذنب من أجل ذلك سبحان الله العظيم هذا الذنوب سبحان الله قال الاستغفار هو غسال الذنوب الذي يطهر هذه الذنوب مجرد أنك استغفرت أي ذنب عملته قال الله عز وجل قال وأتبع السيئة قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن بأي مكان كنت فيه عليك إيش ماله أن تستغفر الله عز وجل عملت أي ذنب على طول استغفر الله عز وجل لأنه هكذا حال المؤمنين لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّننا أن الإنسان قال إذا لم نحن نخطئ ونتوب إلى الله عز وجل قال لولا أنكم تخطئون وتذنبون وثم تستغفرون لأرسل الله عز وجل بأناس يذنبون فيستغفرون إذن طبيعة ابن آدم خطأ قال جمي إنسان إنسانا لكثرة نسيانه ولكثرة خطأه قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطأ وخير الخطأين التوابون إذن لابد الإنسان فقط ليس الخطأ فعل الخطأ ولكن الخطأ هو الإصرار على الخطأ وتكرار هذا الخطأ أما طبيعتين أنا أخطئ في جنب الله وأذنب أمر طبيعي جدا عشان هيك إذا أنت حطت لحالك ورد الاستغفار كل يوم مئة مرة هذا يبعش ماله زي مصفاية أول بأول تكفر فيها عن هذه الذنوب سبحان الله العظيم من أجل ذلك عندما قال الشيطان الله عز وجل قال وعزتك وجلالك لا إشمال لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أسادهم فإذا بالله عز وجل يقول له وعزتي وجلالي لأستغفرن لهم ما داموا يستغفرونني إذن ما دامك أنت تستغفر الله عز وجل مهما كانت ذنوبك مهما بلغت عينان السماء قال كل أي شيء والله يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم أتيتني مستغفرا لغفرت لك يا الله شوف كديش الاستغفار إلى دورك وانا الكرام ما نستهين درورة جدا الآن يكون وردك في رمضان إن أنا بعد رمضان لازم لازم كل يوم عندك ورد استغفار مش أقل من سبعين إلى مئة مرة لازم كل يوم ولا تنسى أن تقول في كل صلاة أستغفر الله العظيم حتى في المجلس سبحان الله شوف الآن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كفارة المجلس أي مجلس بتكون فيه خاصة الآن الليل صهرات الليل طويلة أو بنروح نزور فلان وعلان وكذا يمكن يكون خلال الجلسة كلام كثير الآن أخطاء كثيرة عند ذلك مش حتكون النتيجة الآن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بس قبل ما تكون قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قال هذه كفارة المجلس شو بتعمل كل غلط وقع في هذه الجلسة ماله يغفره الله عز وجل يا الله شو بقدش كرم رب العالمين إذن ضروري جدا عندما تيجي تكون من أي مجلس أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبعضهم كان يزيد عليها في والعصر إن الإنسان لديه خسر من باب التذكير إذن ضروري جدا إخواني الكرام الاستغفار مهم أيها الإنسان مهما كانت ذنوبك لأن الشيطان يأتيك بعض الأحيان كلك شو تستغفر تستغفر من تعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا مهما كانت ذنوبك الله عز النادى فقال كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذن الله بقول قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك مهما عملت من ذنوب حتى لو كان شو مكان استغفر الله عز وجل فإن الله تواب الرحيم ويغفر الذنوب جميعا إخواني الكرام فرصة إلينا إحنا الآن في رمضان أن نبدأ الآن بغسيل هذه القلوب بتكفير هذه السيئات التي قد عالت وعلي عليها الران إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يغان على قلبي مين إحنا إذن ضرورة جدا هذه الآن مواسم أن نركز عليها بالاستغفار وكثرة الاستغفار والله عز وجل ذكر لنا في موضع الاستغفار مهم جدا جدا أن ندركه قال وبالأسحار هم يستغفرون إذن ضرورة جدا عند وقت الصحور سمي الأسحار وسمي وقت الصحور لأنه وقت الصحر قال هذا الوقت الله عز وجل ما ذكر لنا قال عن أولئك المؤمنين المتقين الأبرار صفاتهم أنهم وبالأسحار هم يستغفرون الآن بيكون بتالي الليل في آخر الليل في آخر الثلث الأخر من الليل بس رافعا يديه إلى الله أو جالسا متقطئا رأسه بين يدي ربه جل وعلا وهو يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشانيك الآن احرس ضرورة جدا وقت الصحور عند الصحر سواء صحرت ولا ما تصحرت مع أن الصحور أولى قال تصحروا فإن الصحور بركة ضرورة جدا أن تكثر من الاستغفار في هذه الساعات وفي هذه اللحظات استغفر خلي إليك ورد إخواني الكرام قدت أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بهذه الطريقة والله ما بتقعد معاك الآن كل ما على بعضها ما بتقعد خمس دقائق ألا يستحق إيمانك وقلبك ألا يستحق خمس دقائق الآن أن تكف بين دي الله عز وجل أو أن تجلس متوجها إلى الله بأن تطلب من الله أن يغفر لك هذه الذنوب بلى والله إخواني الكرام نحن بحاجة إلى مثل هذه الأمور فعلينا أن نكثر من الاستغفار قال وبالأسحار هم يستغفرون جاء رجل قال إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني أفعل الذنب قال استغفر الله قال يا رسول الله أعاود الذنب قال استغفر الله قال يا رسول الله أعاوده مرة أخرى قال استغفر الله قال يا رسول الله تعظم ذنوبي قال عفو الله أعظم من ذنوبك يا الله عشان هيك بعض الشباب بتلقي الآن بيقول خلص استغفر الله لا بدنا أشي أعمل ولا أي شيء ولا بد يتطلع على أي شيء ولا بدي يعمل شيء لكن بتراوده نفسه والشيطان بيطغى عليه فيعمل المعصية أو بتشاهد أفلام أو كده أو شيء على الطول استغفر بطب بكرة برضو استغفر أما مش يقول يالله محلم نستغفر وكان الله بسرع لا اوعى تستهيل في الأمر أما ذنبت استغفر ثاني يوم برضو استغفر بعد ساعة برضو استغفر في كل لحظة تجد أن الله عز جل غفور ورحيم أما إصرارك على المعصية والآن عدم المبالاة في هذه الوعصية هنا الآن الطامة الكبرى فعلينا أخواني الكرام أن نكتر من الاستغفار في كل أمور حياتنا بعد كل عمل من الأعمال استغفر الله طب إلى الله عز وجل قال كما قال الله عز وجل والذين يأتون ما أتوا وكلوبهم وجلة من هؤلاء قالت عائشة قال هم الذين كون للنبي عليه الصلاة والسلام الذين يفعلون الطاعات ويخافون ألا تقبل منهم فيستغفرون الله وانظر ماذا نادى الله عز المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا 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 توبوا إلى الله توبة نصوحة يا الله مين بعد يأدي مين المؤمنين اللي قلبهم قد اعتمر بالإيمان إلا أنه لا ينافي الإيمان أن أقع في ذنوب ومعاصي ممكن هذا الكلام ليس غريب من أجل ذلك ماذا كانت النتيجة عليك إيش مانو ناداك الله نادى المؤمنين بعدين مش توبة عادية توبة نصوحة اوعى اقعد اوعى تعملها مرة ثانية لأنك انت مالو حبيب الله عز وجل إذن هذه فرصة إخواني الكرام في رمضان أن نقبل على الله عز وجل وأن نتوب إلى الله وأن نستغفر الله عز وجل نجد الله عز وجل توابا رحيما نجد الله عز وجل غفورا رحيما فأسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعلنا من أهل الاستغفار من أهل الاستغفار كمان إخواني كرام ليس فقط مجرد الذنوب أدن بركات الاستغفار شوف قال يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة تخيل بدك رزق استغفر الله بدك مال استغفر الله بدك ثمار استغفر الله بدك ولد استغفر الله بدك تتجوز استغفر الله والله إخواني الكرام الاستغفار قال من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرجة ورزقه من حيث لا يحتسب سبحان الله وقال ببركة الاستغفار قال يزدكم قوة إلى قوتكم في بعض الآيات سبحان الله العظيم أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المستغفرين آمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة